إذن بشكل رسميا تركيا خارج برنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة F-35 بعد أن أخطرتها واشنطن بالقرار النهائي للدول المشاركة في البرنامج المتطور الدول المشاركة وهي أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، وهولندا، وكندا، أستراليا، الدنمارك، والنرويج أنهت مذكرة التفاهم الموقع عام 2006 والتي تتضمن مشاركة تركيا ووقعت على جديدة بدونها سبب طرد تركيا من البرنامج قديم متجدد وهو شراء الأخيرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية والتي S-400 والتي تشكل خطر على مقاتلات F-35 وأيضا على أنظمة النيتو في تركيا الشريكة في الحلف ذاته أنقرة ستفقد 100 طائرة F-35 كانت قد وقعت على شرائها في عام 2006 لا بل كانت ستصنع أجزاء من الطائرة الشبح التي تطورها شركة لوكيت مارتن وهي مجهزة بمنظومة استشعار متكاملة هي الأقوى من أي طائرة مقاتلة في التاريخ المقاتلة هي من الجيل الخامس تأتي بمقعد واحد ومحرك واحد وهي مصممة للعديد من المهام وتتمتع بأقوى نظام دفع ومحرك في العالم كما تتميز بسرعة الحركة والتخفي المتقدم والقدرة على المناورة والتحليق دون أن ترصدها مضادات الطائرات بما فيها S-300 الطائرة الشبح التي ستحرم منها أنقرة تستطيع حمل مجموعة من الأسلحة بسرعة فائقة تصل إلى 1.6 مخ أي نحو 1900 كم بالساعة إضافة إلى أنه باستطاعتها تنفيذ المهام التي تتطلب عددا صغيرا من الطائرات المخصصة كمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم الإلكتروني